ترأس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وليعاهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أمس الأربعاء اجتماع المجلس الذي عقد في مقر المجلس بأبراج الإمارات بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي وذلك لمناقشة عدد من المواضيع المدرجة في جدول الأعمال وتم خلال الاجتماع اعتماد مشروع جمارك دبي في محرك الانتاجية والذي يرمي إلى إحداث تحول جذري في الانتاجية باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحويل ساعات العمل إلى ساعات انتاجية وأظهر العرض أن الشركات تدفع رواتب مقابل 7 إلى 8 ساعات من العمل لذا يجب أن تحصل على 5 ساعات ونصف إلى 6 ساعات ونصف من الانتاج على الأقل بعد استقطاع فترات الراحة إلا أنها لا تحصل فعليا سوى على 3 ساعات فقط من وقت الانتاج ويتنبأ محرك الانتاجية القائم على الذكاء الاصطناعي بما يجب على الموظفين والإدارة فعله لزيادة الانتاجية والأداء ويتميز المحرك بحساب الوقت المثالي ومتابعة الوقت بشكل تلقائي وتقديم مؤشر للانتاجية والتنبؤ بها ومن ثم يقدم توصياته للإدارة كما اعتمد المجلس مشروع سكنات العمال في الإمارة المقدم من شرطة دبي ترجمة نانسي قنقر